شركة MTA للتصميمات المعمرية من أهم الكيانات المشاركة بالتحالف الجديد وده كيان قدر ينفذ أكتر من 35 مشروع تجاري وإداري مع أكبر المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة وده اللي عرفناه من رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد طلعت ركزوا معا الفترة اللي فاتت فيه مشاريع مميزة في مصر إحنا عشان في الريل استيت بنحب نقرأ مين الديزاينرز أو مين الاركيتكتر بتاع المشروع فلقيت كده كم مشروع من مشاريع اللي علامة سايند أو إمضاء محمد طلعت تكلمنا في البداية عن MTA أو شركة محمد طلعت إحنا كMTA إحنا من سنة 99 الحمد لله عندنا مشاريع كتير في دول كتير حوالي العالم ومشاريع طبعا في مصر أهمها يمكن أو أحبها إلى قلبي مسجد مصر وده من أكبر المساجد في العالم وإحنا الحمد لله من ضمن الاستشارين المسؤولين عن المشروع ويعني الواحد حس قديه أنه هو فخور أنه عمل حاجة زي كده في حياته مشاريع كتير بقى في العاصمة أكتر من 35 مشروع إداري تجاري مع مطورين كتير يعني الحمد لله الحمد لله أننا فعلا نمسك الخشب وعندي فريق يعني شغالين معايا بيساعدوني من أحسن الناس في مصر ويمكن هما دولة دايما بقولوا أنه هما السبب في أن الواحد فعلا قدر يعمل حاجة كويسة وقدر فعلا يعمل حاجة مميزة بس MTA إيه في الفترة اللي فاتت والأنا عارفه عشان أعرفك من فترة أن المطورين كمان بقوا هما اللي يجوا لك من برا مصر الطفرة اللي حصل في MTA الفترة الأخيرة دي إيه سببها؟ هو السبب الأساسي أن مصر كلها دخلت على مرحلة تطوير عمراني كبيرة جدا ودايما العمارة ما بتاخدش يعني ما بتظهرش في يوم وليلة يمكن قبل سبع سنين فاته كان التطور العمارة بصفة عامة ما كانتش يعني لها أهمية كبيرة كان فيه ناس بتعمل مشاريع وناس طبعا بتعمل شغل ولكن ما كانش قوي ظاهر ولا كان حتى الناس عندها ونفسة لما زادت الفن زاد بالزبط فيه حاجات كتيرة إحنا في مصر كنا مفتقدانها الواحد اتعلمها فعلا مش شغل برا تعلم طريقة حتى تنفيذ وإدارة مشروعات بطريقة مختلفة غير إن الواحد عينه بتفتح يعني زي أنا بيقوله الواحد لما بيشوف حاجات كتير في العالم أنا نفسي كنت لما بسافر كتير بشوف يعني بقول لي إحنا بلدنا مش كده ليه بلدنا مفاق يعني ما تشوفش فيها الحاجات الجميلة دي كلها وتشوف الشوارع بالشكل ده وتشوف الحاجات المباني حلوة ومباني شكلها مختلفة فكنت تقعد تتعلم وتعينك يعني تشبع كده من الحاجة فلما بجي لك الفرصة إن انت تعمل ده كويس بتلاقي غصبا عنك كل اللي انت تعلمته من الشغل في العالم ده لا بيفيدك بيحسسك إن انت فعلا لما بتيجي تعمل حاجة بتعمل حاجة مختلفة النهاردة وإحنا في مؤتمر تحالف ما بين شركة الربوة وشركة اليدين للإعلان على التحالف وبعد كده هيتبعوا إعلان عن المشروع اسم محمد طلعت من ضمن الكوادر اللي موجودة كاستشاريين في المشروع وببقى إن انت جو المطبخ كلمني عن المشروع ده أنا عارف إن كل مشروع بيبقى لأي مصممة ولاي معماري هو ابن من أبناء وإيه اللي انت عامله جديد يضيف للريل استيت في مصر إحنا دايما في كل مشروع بندخله دايما بنحاول نعمل حاجة مميزة ودايما بنحاول نخلي المشروع ده معمول مخصوص للمكان ده تصميمه معمول للمكان ده بس لما اشتغلنا مع اليو دي والربوة وكنت أول مرة قابلتهم فحسيت إن هم فعلا عايزين يعملوا حاجة مميزة ومختلفة إن هم فعلا عايزين يجيبوا أحسن ناس في كل حاجة في كل مجال يعملوا الحتة بتاعتهم فكان ده كمان تحدي بالنسبالي إن أنا فعلا أعمل تصميم كمان مختلف شفتك اتكلمت عن الاستدامة هل شايف المشروع زي ده ممكن يفيد في تصدير العقار برا مصر؟ إحنا في مصر بصفة عامة بقالنا أكتر من 6 سنين والدولة وقيادتها من أول رئيس الجمهورية بينادي بالاستدامة الناس تبقى فهمة إن ده ترند هو مش ترند ده هو بقى خلاص احتياج الاستدامة ده جزء مهم جدا في التصميم إن هو يخلي كل حاجة بتستخدمها أولا على قد ما تقدر تكون من البلد على قد ما تقدر تكون من المشروع عادة تدوير المياه نفسها المستخدمة تقلل كمية الطاقة تستخدم طاقة شمسية كمية الخضرة اللي موجودة في المشروع الزرع على قطو توجيه المباني نفسها كل ده بيوفر كثير جدا جدا من الطاقة ومن الرانين كوست بتاع المشروع طب الدولة بتنادي دايما بالكلام ده عشان يعني تحافظ على الدولة تحافظ على البيئة فده أول حاجة إحنا ماشيين وراها من سنين طويلة سواء في العصمة أو في مصر بصفة عامة ولما لقينا إن المشروع ده أصحابه والشركات الود والربو عايزين فعلا يعملوا حاجة محترمة وعندهم إيمان بالموضوع ده وشغلهم بره خليهم حسين إن فعلا ده حاجة حقيقة وإيمانهم بإن فعلا مهم إن إحنا فعلا مهما كان مصاريف المشروع مهما اللي هتصرف عليه إنه هو يكون مفيد للإندي يوزر أو المستخدم النهائي ده خلنا إن إحنا بقى عندنا يعني هدف إن إحنا نحقق مية في المية في المشروع إنه هو يكون جيرين إنه هو يكون سمارت فهتلاقوا مشروع مختلف يعني كله طبيعي وكمان هو بيحافظ على الطبيعة لأ هتحس إن فعلا حاجة مميزة إن شاء الله